تصعيد كبير في الحديدة تقوم به ميليشيات الحوثي ناسفة اتفاق السويد ونطق المقاومة الوطنية صادق دويد يوجه تحذيرا شديدا لهجة لوح فيه ان لدى المقاومة الوطنية حلا ناجعا ذاق الحوثي ليلة الاربعاء جزءا من مرارته المشاهد هنا تظهر حريقا هائلا داخل مدينة الحديدة كان يعد مربضا للميليشيات الحوثية التي تستخدمه منطلقا لهجماتها المتكررة في جنح الظلام لكن هذه المرة كان الرد بالمثل ووجع الحوثي اكبر على الميليشيات تفقه الدرس وتراجع الحسابات خصوصا بعد طيشها الاخير بقصفها المقاومة الوطنية داخل مدينة الحديدة وإحراق احد مخازن مجمع اخوان ثابت دائرة خروقات الميليشيات تتوسع يوما بعد آخر في مدينة الحديدة فقد كثفت الميليشيات مؤخرا من أعداد العمال وأعمال الحفريات المستعدثة للخناديق ونصب متاريس أكبر وأكثر في مناطق التماس في شارع صنعاء والخمسين وشارع التسعين بكل هذه الأعمال تدفع الميليشيات باتفاق السويد خارج مدينة الحديدة وتحاول أن تفرض الحرب أمرا واقعا سيما بعد التراخي الأممي الأخير والعجز الواضح في رسم ملامح الحل السياسي الذي بات عبارة عن أمل صعب المنهل تصعيد حوثي يقابله قوة على الأرض وجاهزية عسكرية تقول بأن الساعة الرملية بدأ الجزء العلوي منها في النفاذ ترجمة نانسي قنقر